العاملون في مناطق استيلاء ميليشيا أسد هم الفئة الأكثر تضرراً من الأزمات الخانقة صحيفة تشرينة تابعة لميليشيا أسد كشفت في أرقام صدرت عما تسمى غرفة صناعة دمشق أن عدد العاملين في القطاع الخاص الذين تركوا أعمالهم بلغ نحو 900 ألف عامل منهم 100 ألف بسبب الحرب والباقي نتيجة السفر بسبب ضيق العيش القطاع العام لم يكن أفضل حالاً من الخاص فقد اعترفت الصحيفة أن نحو 30 ألف عامل تركوا وظائفهم من أصل حوالي 80 ألفاً في الفترة الممتدة بين عامي 2011 وحتى العام الحالي هذه الأرقام يقابلها أرقام أخرى يقال لها في علم الصناعة والتجارة خسارة حيث بلغت خسائر القطاع الخاص نحو 300 مليار ليرة جلها في حلب الصحيفة عزت ذلك إلى فقدان العاملين الأمل بحل مشكلاتهم المتراكمة وتحسين ظروف معيشتهم تعددت الأسباب واستمرت الصحيفة في سردها أن معظم الشركات تفتقر للإدارات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة وقدم وترهل الآلات أخاصة في القطاع العام وأجور الأيد العاملات الرخيصة يضاف إلى كل ما سبق رفع أسعار نواقل الطاقة الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وكذلك ارتفاع الأسعار في الأسواق وتوقف عدد من المصانع التي تعاني أصلا ركودا وضعفا في التصدير يبدو أن صحيفة تشرين غردت خارج سربي أسد أكشفت أسرارا أو ما تراه الميليشيا أسرارا للعلن وفضيحة مدوية بأرقام مئوية صادمة لتقوم بعد ذلك بحثف الخبر لكنه بقي في محركات البحث جوجل ميليشيا أساد التي قتلت وهجرت الملايين من الشعب السوري تقود حملة تهجير جديدة للأيدي العاملة وتسير بسوريا إلى حفة الهاوية وربما بعدها نحو الهلاك